اشتركوا في القناة رتاج العباسي على هذا التفوق والانجاز المشرف والذي هو محل فخر لجميع ابناء البحرين ويؤكد المكانة المتميزة والتقدير الرفيع الذي تحظى به المملكة وبما يتمتع به ابناؤها من قدرات ومواهب وكفاءة لتولي المناصب القيادية لتشريف وطنهم وتعزيز ريادته في مختلف المنتديات والمؤسسات والهيئات العربية والعالمية منوها حافظه الله بما تمتلكه الطالب رتاج من موهبة وطموحات وامكانيات والذي أهلها للفوز بهذا المنصب وتمنيا جلالته لها كل التوفيق والنجاح مؤكدا جلالته اعتزازه بشباب المملكة ودعمه وتشجيعه للطاقات والكفاءات الوطنية الشابة بما يسهم في تحقيق تطلعاتها وقدراتها لخدمة الوطن وتعزيز نهضته ومكانته بين الأمم والشعوب المتقدمة من جانبها عبارة الطالب رتاج العباسي عن أسماء آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة على تهنئة جلالته لها بهذا المنصب مشيدة بتشجيع ودعم جلالة الملك اللامحدود لأبناء وشباب المملكة والذي مكنهم من تحقيق العديد من الإنجازات لإعلاء شأن الوطن في كل المحافل كما أعربت عن تقديرها لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على رعاية وتشجيع المؤسسة لها كما أشهدت بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفده الذي عزز روح المواطن والولاء وحب المنافسة ترجمة نانسي قنقر